السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اخباركم يا رب يكون الجميع بخير النهاردة هنعمل مع بعض حامل المسدس الشمع من بواقي حاجات عندنا كلنا من درميها مثلا علبة لبن فاضية الغطى البرتمان علبة الكنز ده برضو بتاع اجندة كوفر بتاع اجندة تمام هنعمل منه لحامل المسدس الشمع ده بحاجات بسيطة جدا وده طبعا الرول بتاع التغليف كل واحد يجيب الشكل اللي هو عايزه تمام اول حاجة هنعملها مع بعض هنجيب علبة اللبن دي وهشيل الجزء اللي فوق ده كده هفتحه كل الجزء ده تمام وبعد كده هعدل دي وهجيب القصفة هأسقص بيها الجزء اللي فوق ده عشان افتح العلبة من فوق عشان هوريك هواعمل ايه بعد كده تمام هأسقصها كده بالقصفة او بالمقص يعني تمام بعد كده خلاص سيلا علبة تفتحت معي انا هتني دي الجزء ده الجوه كده هاملو زي زي اكني باتني زرف عشان قتني الحتة دي واقفلها كويس خلاص علشان انا هحتاج ان انا اكون العلبة مقفولة من جنبين وهفتحها من النص بس خلاص انا كده قفلتها هي وهلزقها بعد كده بالشمع بعد كده هفتح الجزء ده بالقطر بالطريقة دي ماشي خلي بالكم من ايديكم عشان القطر ساعد بيبقى حامي فخلي بالكم انتم بتفتحوا انا هفتح الجزء ده لو عندك علبة جاهزة على طول يعني مفتوحة ممكن تحطيها خلاص انا ما كانش عندي فانا جبت علبة اللبن دي استغلتها خلاص وقلت هغلفها بقى كمان وبعد كده هجيب الجزء بتاع الاجندة ده معندي كيشي عندك كرتون حطيه كرتون جامد كده رئين ثلاثة فوق بعض وحطيه ملزقيه تمام انا عندي ده لقيته ناشف كده وجامد فقولت هعمله هلزق دلوقتي علبة اللبن من فوق علشان اقفلها كويس خلاص وبعد كده برضو هلزق الجزء بس همسكها جامد كده عشان لغات لما تقفل كويس معي تمام وهسيبها لغات لما تنشف وبعد كده هاخد الجزء بتاع الاجندة دوت وهلزقهم في بعض الاتنين بمسادس الشام زي ما انتم شايفين كده بطريقة دي هلزقهم جامد زي ما قلتلك ما عندي كيش الكوفر بتاع الاجندة ده ممكن تحطي كاراتين فوق بعض كده تنشف يعني جيبي كم قطعة كده بحيس انهم بوا ايه يعملوا القاعدة بتاعة آآ مسادس الشام تمام انا لزقتها بالشامع كده تمام خلاص وبعد كده هجيب آآ الرول بتاع التغليف آآ طبعا عندك رول غالفي ما عندكيش ممكن تعملي بي اي حاجة يعني تغلفي باي حاجة تانية بسيطة انا غلفته وخلصته تمام كده آآ جهست الجزء دوت اللي هحط فيه السوابع الشامع حين هعمل الجزء اللي هحط فيه المسادس نفسه انا عندي برضو دي جزء بتاع آآ اجندة ناشف آآ فانا قلت حبيت آآ استخدمه فهتني نصين علشان يبقى قوي معي ويستحمل القعدة اللي هيوقف عليها المسادس الشامع تمام انا بتني كده نصين خلاص وبعد ما بتانيته كده نصين برضو آآ ما عندكيش هاتي كرتنتين وحطيهم فوق بعض هاخد من هنا اتنين سنتي تمام الجزء اللي تحت ده ومن هنا برضو اتنين سنتي وهعلمهم كده بالمسطرة من هنا ومن هنا علشان هتنيهم علشان دول هيبقوا القعدة اللي هتتركب على الجزء ده تمام هوريكو هعملها ازاي انا بتني كده بالراحة الاول عشان احدد العلامة الاول خلاص وبعد كده هرجع اتنيها تاني لقدام انا بس بتانيتها الورا وبعد كده هتنيها لقدام عشان تبقى مارينة معي وعارف ايه ألزقها كويس خلاص اهي والورقة دي سميكة واضخينة كده يعني نشفة فهتتعتبر كويسة جدا علشان تبقى حامل يقف عليه المسطرة انا هتني بعد كده الجزء ده في النص كده هتني كويس هتني بالنص خلاص هو ده تقريبا عرضه تمانية سنتي انا هاخد من هنا سنتي ونص ومن هنا سنتي ونص بالطريقة دي كده الجزء ده هاخد من هنا سنتي ونص والجزء ده سنتي ونص تمام علشان اعمل فتحة بتاعة المسدس اللي هيقف اه اللي هيدخل جوه الفتحة دي وهنزل من هنا تلاتة سنتي تمام انا زي ما انتوا شايفين كده هي القطعة دي كلها بطول الكارتون الاجندة تمام انا قصتها من هنا كده هقص الجزء دوت ده هسيب سنتي ونص من هنا ونص من هنا وهنزل تلاتة سنتي وهفرخ بالطريقة دي وتانيت من تحت اتنين سنتي من كل اتجاه علشان تقف بالطريقة دي كده تمام انا بعد كده هجيب المسدس هو عشان اجرب الاقيها تمام هي خلاص هجيب التغليف وغلفها باقت بالطريقة دي كده غلفت كله خلاص يعني ما خدش مني وقت خالص غلفت الجزء ده وكمان جبت الجزء ده بتاع الكنز اسقصته وقمت مغلفها من تحت عشان يباشاكله حلو هو كمان لو ما عنديكش كانز ممكن تعملي غطى البرطمان زي ما انا جاوريتكم كده في الاول هلزق بعد كده كل حاجة دي في القعدة بتاعتها اوكي بالشمع تمام هيتبقى حاجة شيك كده وانتي بتستخدمي المسدس بتاعك محطوطة على الترابيزة فيها كل حاجتك فيها الشمع وفيها المسدس ركب عليها عشان كمان ما يبهدل لكيش الدنيا وانتي بتشتغلي اه بيبقى مسلا بينقط شمع وانتي والمسدس شغال بينقط شمع بيبهدل للحاجة اللي انا اه حطوها انا دلوقتي هحط الشمع علشان برضو يتقل العلبة خلاص وتلزق بسرعة اهو ده هيبقى شكله كده هاجي بعد كده والزق الجزء بقى اللي اه بتحط عليه المسدس ده خلاص انا هلزقه هنا كده بالطريقة دي ماشي بس هشوف المسافة واشوف المكان احدده بتمام اوكي هلزق بقى بعد كده من هنا في الجزء اللي انا تانيته من تحته يعتبر علشان دي القاعدة اللي هتلزق على القاعدة التانية تمام بصوا ما خدش مني وقته خالص خالص يعني وعملته بطريقة سهلة جدا وشكله شيك جدا وشكله حلو جدا اه يا رب افكاري تكون مفيدة بالنسبة لكو اه وارجو منكو الدعم والتفاعل على الفيديوهات ومشاهدتها وشيرها واللايك بقى ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو بتاعكم اللي بيشجع الواحد ان هو يعني يشتغل ويستمر في الاعمال وفي تقديم الفيديوهات بصوا انا كده هخلص الجزء التاني هون زي ما انتم شايفين تمام انا لزقت بجزءين هاجي بعد كده هلزق الجزء اللي هو بتاع اه الكنز دوت تمام اهو انا بجربة وشوفها تمام مزبوطة هلزق بعد كده الجزء ده خلاص علشان برضو يبقى سابق ما يقعش مني وكمان ده بينزل عليه بواق الشامع لما بتبقى المسادس شغال طبعا المسادس بينزل اجزاء كده من الشامع هو شغال فطبعا هتنزل على الجزء دوت ما ينفعش احط كارتونة او ما ينفعش احط حاجة تانية لان الشامع بيبقى سخني جدا ممكن يلسعه او اجا شيله مش عارف اشيله خلاص اه ده بقى شكله نهائي يا رب الفكرة تكون عجبتكم وسهلة وبسيطة بالنسبة لكم ما تنسوش دعمكم لينا وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات حلوة الفكرة مفيدة بالنسبة لكم ولا لأ نكمل في الافكار ديت ولا لأ يعني قلولي برضو اقرأكم اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته